تعالوا نشوف مع بعض كده ايه هو الفرق ما بين مقومة الانسولين وحساسية الانسولين لازم نعرف في البداية كده ان اي اكل انت بتكليب يحتوي على النشويات بيبدأ ان هو يتحول في الجسم في صورة جولوكوز والجولوكوز ده بيمشي في الدم طب ايه اللي بيحصل بعدها بيبدأ ان المخ يبعد اشارة لتبنكرياس علشان تفرز الانسولين علشان تبدأ ان هي تاخد كمية جولوكوز اللي في الدم ده واتدخله الخلايا فاما ان هو بيروح للخلية علشان تبدأ ان هي تحرقه وتنتج الطاقة او ان هو بيتم حفزه في الجسم على هيئة جلايكوجين بيخزن في الكبد والعضلة وليه بيخزن بالطريقة دي علشان في فترة الصيام او انا عندي ثمارين رياضية معينة او بمارس اي نوع من النشاط يبدأ يتحرق المخزون اللي عام وينتج الطاقة كنوع من انواع الاحتياطي اللي بنخزنه لوقت العود فلما يبقى موجود الكولوكوز في الدم وبيحصل اشارة من المخ لبنكرياس بيبقى البنكرياس عندها حدوث حساسية ان الانسولين يتفرز في الساعة عشان يبدأ ان هو ياخد الكولوكوز فكأن فيه تنبيه كده سريع بيبدأ ان هو يحصل للجسم علشان كمية الكولوكوز دي يتم استخدام اما بالنسبة لموضوع مقاومة الانسولين فبيبقى كمية الكولوكوز موجودة في الدم وهرمون الانسولين عمال يتفرز بكمية كبيرة لكن المشكلة ان الانسولين مش قادر ياخد الكلوكوز اللي موجود في الدم ويدخله للخليج وكأن فيه حاجة بتعارك المصارو ان هو يبدأ يستخدم الكلوكوز ويدخله للخليج وفي نهاية الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وشير عشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدين